اشتركوا في القناة يعني عندي احساس او شعور ان المشكلة هتتحل في اخر لحظة انه حتى بعد الزمالك ما اعلن ان هو مش هيشترك او ينسحب او يعتذر عن المباراة توقعت ان يبقى فيه تدخلات او اتصالات معينة ممكن تقرب وجهات النظر بس انا عايز اتكلم على قضية كهرباء تحديدا والله لا مع الاهل ولا ضد الزمالك ولا العكس هي القضية قانونية القرار بايقاف محمود كهرباء صادر عن لجنة الانضباط فالنادي الاهل تصدى لهذا الامر قانونيا صح او لا هو درس الموضوع او المحامين بتوعه وقرروا انهم يعني شبه رد للجنة او يعني مش شرعية وجود شرعية وجود اللجنة نفسها بدليل ان اللجنة الاستقناف حولت او اجلت اتخاذ القرار لحين القضية بتاعة القضايا الاداري ما تحسم موقف اللجنة الانضباط يعني اذا لو في اي شك في ان هذا الامر غلط كم ممكن لجنة الاستقناف ترفض طب اللي انا عايز بس اقوله وكامل بيان وزارة الرياضة ده النهاردة الكلام ده بيان وزارة الرياضة ليس تصدر النهاردة لكن خلي بالك برضو نقطة طبعا ما بنتكلم على الواقع فعلا هو مين اللي شكل اللجنة اصلا اللجنة وزارة الشباب والرياضة بتتعاون مع اتحاد الكورة او فبالتالي وزارة شباب الرياضة وزارة شباب الرياضة هتدافع عن قرارها او مشاركتها موقفة واضح ومحدد ان اللجنة موقفة سليم لجنة الانضباط اللي انا عايز اقوله بقى انه طراما فيه صراع قانوني يبقى النادي الاهلي خد الصراع القانوني ومكمل زيه زي موضوع اوقوبة كهرباء من اللي صالح الزمالك اللي هي الغرامة ليه لغاية دلوقتي كهرباء ما سددش الغرامة بيستفيد لا مش دعا بالمواقف مش موقف الشخص يعني ما بحكمش هنا على اخلاقية موقف كهرباء ولا سلامة موقف كهرباء باكلم من ناحي القانوني باكلم من ناحي القانوني انه هو محاميه او محامه كهرباء بيستنزفه الوقت فيما يفيد موكلهم ولا ده امر يعني امر طبيعي يعني لما بجيب محامي بيحاول يكسب وقت شوية ويأجل لي دفع الغرامة فهي القضية هنا القضيتين صراع قانوني كويس ممكن يكون كهرباء نفسه عليه خلاف يعني ممكن نختلف عليه على الموقف اللي عمله بالنسبة للمبارات الآلي والزمالك السابقة نختلف على اللي عمله او مش نختلف اغلبنا هيتفق على رفض الموقف بتاعه من ناحية الاخلاقية الغير متعصب نعم الغير متعصب ايوه اللي هو الاغلبية يعني حتى محبي الاهلي ومحبي الزمالك بالزبط حيبقوا شبه فيه اتفاق اتفاق على الموضوع زي ما حصل قبل كده ما معشور بالزبط يعني النهاية بس اللي أنا يعني يعني متاخد فيها جدا او متاخد منها هي نهاية الانسحاب رغم انه كان هناك جولة اخرى يمكن لمجلس ادارة الزمالك انه هو يكمل موقع هربا بيلعب في الدوري وبيلعب في الكاس صح ولا غلط هي يعني موقف اعتقد انه فيه اتفاق يعني شمعنا الزمالك انسحب فماتش الصوبة وبعدين اللي أنا عايز اقوله بقى اللي أنا شايفه من خلال الواقع الحالي ان هناك انسجام شديد حول هذا القرار بين مجلس ادارة الزمالك وجمهور الزمالك اذا هذا القرار مرضي لجماير الزمالك يعني هل انت شايف ان مجلس الزمالك نعم اتخذ القرار ده ليه هو اتخذ القرار في مباراة السوبر ما هو سيبك من ناحية الفنية الزمالك والاهلي بيلعبوا ايا كان المستوى الفني ما تدرش تحكم دايما نقول انه المستوى الفني قبل المباريات بتاع الاهلي والزمالك لا يمكن ان تحكم به على النتيجة المتوقعة فهي الفكرة انه واضح انه مجلس ادارة الزمالك وتحديدا لمستشار مرتضى منصور يعني حصل له نوع من الاستفزاز الشديد جدا من اصرار اتحاد الكرة على تأجيل عقوبة كهرباء على تأجيل عقوبة كهرباء لكن على الجانب الاخر النادي الاهلي ماشي فيه اجراءه ما عملش حاجة يعني لا يمكن النادي الاهلي هيعمل ما هو عكس ذلك طبيعي جدا النادي الاهلي بيدافع عن اللعب بتاعه او العقوبة اللي متوقعة على اللعب بتاعه ايا كان بقى نختلف او يختلف الناس عليها لكن انت قلت حتى في الانترو بتاعك تذكرت شوية مواقف قد لا تحدث اليوم مش لسبب غير انه الاوضاع النهارده غير من اربعين سنة او من تلاتين سنة بس انا مش كبير او كده لا لا حتى لا لا حتى اللي انت يعني في الدسعينات مثلا في موقف معين فانت الحقته او موقف قديم قوي فانت قريت عنه بالزبط اخي بلج ازاي فالوضع مختلف مختلف كتير ما يتأس على قبل كده والنهارده بقت العقوبات حتى مالية اكتر منها حاجة يعني النهارده حتى النادي اي نادي لما يجي يوقع عقوبة على اللعب بتاعه بقى فيه توجه دلوقتي يقولك ايه ما تحرموش ما تحرمش نفسك من ان هو يلعب وقع عليه عقوبة مالية اه بس تحدث كرة مش هيوقع عقوبة مالية لا لا انا بتكلم يعني اه على النادي كموقف نادي اه بس النادي ما اعلنش ان فيه عقوبة مالية لا ما اعلنش مش ديل انا بتكلم حتى لو هيوقع عقوبة زي ما حصل ممكن يوقع عقوبة مالية وما يعلنش عنه موقف مثلا احمد عبدالقادر مع كولر اه ايه اللي حصل عقوبة مالية صح وبعد كده رجع اتظر احمد عبدالقادر بشكل علني على صفحته على الفيسبوك واه اعتقد ان كولر تقبل الامر مؤقتا وقد يكون فيه رواسب جواه داخلية بقى ديها هتاخد وقتها تمام اه استاذ ايمان اسأل اسأل اني جاول نفس السلام عقوبة استاذ جمال الحاجة مهمة جدا هل هل ازمة كهرباء هي ازمة قانونية ام ازمة انضباطية وسلوكية هي 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 يعني هي لها الشقين طبعا ما نقدرش نفصلها قانونيا ولا انضباطيا هي تجمل يعني تشمل لكن للأسف يعني انا حزين طبعا لللي بيحصل انه واحنا يمكن فيه اكثر من حوار معاك انا والسلماء البرنا اتكلمنا على انه دي مش دل ادارة الكور مصرية وانه اللي بيحصل الفترات اللي فاتت منذ قدوم هذا الاتحاد وعدم حسمه لكثير من القضايا والكلب مكالين والتراجع والتأجيل والتأجيل المواقف يعني قلنا انه هيوصلنا لكرسة ووصلنا يعني نحمد ربنا انها جت في انسحاب مجاتش في اكبر من كده في اكبر من كده او يعني اشتباكات اه اه انا عاوز اقول انه الرياضة ما تدارش بالشكل ده يعني انا واحنا دخلين معاك بقولك واحنا امتى هنبطر نتكلم على المشاكل عاوزين نتكلم في الفنيات عاوزين نتكلم في المستوى اه لكن احنا يعني انا بقول كل اللقاءات اللي احنا بنطلع فيها سواء معاك او مع غيرك من السادة او في البرامج بنتكلم على ازمات ومشاكل يعني امتى مصر اه او الكرة في مصر بالتحديد يعني كرة القدم نخرج من المشاكل بل زادت زادت عن حدها ما بقتش كمان في كرة القدم فقر بقت المشاكل في الصلاة في اي لعبة بتجمع بين الاهل والزمالك توقع كارسة توقع اشتباك توقع ضرب توقع تحديف كراسي تكسير مدرجات هو احنا هنستمر بالشكل ده البلد بتقوم الدولة بتقوم الارهاب في سيناء وقضت عليه وعملت حفل فن كبير في هناك واحنا على شفع يعني على شفع حرب اهلية ما بين الاهل والزمالك الجمهور الاهل والزمالك مين السبب في ده يسأل عنه بقى المسؤولين بداية من منظومة الرياضة من وزير الرياضة والمسؤولين عن اتحاد كرة القدم والاندية الاندين بالتحديد الاهل والزمالك العند وحالة الغضب المكبوط والمشحون ما بين الاطراف الثلاثة هو اللي وصلنا الزمالك انسحب عشان ما فيش عدالة ما فيش اسمه ده انضباط في يعني لما انا اخد عقوبة على امام عشور واقول انه التظلم لا يقف العقوبة واجي في كهربا اقول التظلم يقف العقوبة وعلى مسؤولين على لسان مسؤولين في اتحاد كرة القدم انت بتخالف واقع سابتة يعني لم يمضي عليها فترة طويلة من الزمن يعني مش هتقول ده كان في الموسم الفاتح او المسلم اللي قبله طب ما لاي حكات موجودة او غيره ما عملتهاش ليه او في السنوات ليه لما تيجي انت اشوفك مش عارف تاخد قرار الايدي مرتعشة اللي بياخد القرار انت بتأجل العقوبة عشان الاهلي عنده مطش مع الهلال الاهلي عنده مطش مع الرجاء لا لا خلي الاهلي ده طالع بمس المصر يعني هل عقوبة كهربا ده توقيت اعلانها طب ما اعلنتهاش من شهر ليه هي اللي حدث ده بقى الاربع شهور اه انت مستني عملية دي وهل لجنة التظلمات اللي احنا بنطعم فيها النهاردة او من خلال مجلس قدارة المهد الان اللي حاب بتقول انه من حق اتحاد كرة القدم يشكل لجنة التظلمات لانك انت اللجنة الانضباط الجامعية العمومية عليها استقال وفي اقرب جامعية عمومية تعتمد او يستفت عليها طب اقرب جامعية عمومية بعد اعتماد الميزانية يعني لسه مجاش الجامعية العمومية الغير عادية اللي هي المفروض اللي بيبقى فيها بتعقد كل سنة مجاش عليها هل كان ممكن يفضل الاتحاد بدون لجنة انضباط اللجنة انضباط خدت قرارها انت مأخروا ليه الكلام التسريبات اللي خرجت نحن السنة بعد ماطش بعد ماطش بعد وجاي بقى قبل الصباح انت خدت القرار ولجنة الاستئناف مع احترام وتقديل الاهل كان بيهدد بالانسحاب والزمال كان بيهدد بالانسحاب لو انت كنت بين نارين ما تقوليش انه الزمال انسحب الاهل كان ممكن يبقى في نفس الموقف وينسحب اه هيطلع بعض الناس الوقت هيقولك لا الاهل ما كانش هينسحب لو العقوق لو لجنة الاستناف اقرت بحقية قرار لجنة الانضباط وايقاف كهرباء عن اللعب ما كانش الاهل هيسافر كان الاهل هيقولك انا منسحب واعلن ده وصرحه الموازمة حدك للأسف ما تقدرش تقول كده ما انا بقولك هيطلع لانه ما حصلش معشان ما حصلش بتقول كده او في بعض اه وفقا لمعلومات المعلومات اه كلام بيترد اه تسريبات انما زي الكلام عنه بس هو بالتأكيد ان الاهل ما كانش هيسكت طبعا طبعا لو تم اقاف انا انا بقولك هيطلع حد يقولك لا ما كناش هنقامل ده ولو الزمالك في مواقف ده كان هيقولك ما كناش هننصحب والعكس والعكس هو اللي بيفجر ازمة العند اللي عامل كده النساء اه كده النساء ايوة كده النساء لا وانه ما فيش اه وايدي الاتحاد ضعف الاتحاد ضعف الاتحاد عن اتخاذ القراصة صح ولا لا مفيش لوائح واضحة يعني اللي انا اعرفه انه حاجة قانونية مفروض لا تحتامل رأيين يعني يعني انت تشكيل لجنة الانضباط المفروض انا سألت في اتحاد الكورة هم مش عارفين مش متأكدين المسؤولين في اتحاد الكورة قالوا دي هي مش واضحة هو اللي موضح ان لو لو عضو في اللجنة استقال يعني لو رئيس اللجنة استقال او واحد شخص شخص انما يعني هو اللجنة بالكامل اللجنة بالكامل قال لي مش مذكورة طب ليه الناس ما نقشتش استقالة اللجنة لا استقالة استقالة اللجنة السابقة ما دي مش تصير علامات استفهام والناس لازم تسأل يعني ليه استقالة لانه عدم تنفيذ قرارها برضو طيب ماشي ايزا يا أستاذ ايمن انا اقصد انه دور اتحاد الكورة مش انه بيبقى عنده لوائح ونظم بيحسمها تحسم الخلاف انا وحضرتك اختلفنا على حاجة انت فريق وانا فريق ما ينفعش نتسابحنا الاتنين كل واحد يعمل اللي هو عايز وانا احنا فين يا سيد جمال احنا كإعلام فين من اللوايح دي انت عامل زي اللوايح السرية لما تيجي تتكلم وتطلع واحد زي حضرتك كده يقولك انا بنفرد باللايحة كذا يروح ردد عليك الاتحاد يقولك لا دي مش اللايحة دا احنا غيرناها اتغيرت يمتى اتغيرت في السر غيرتوها مع بعض يعني واحنا ما حدش يعرف بيها لا الاندية اخترت بيها ولا الاتحدات اخترت مش الاندية بتستعد لبداية الموسم الاندية بتستعد للموسم الجديد من خلال معسكراتهم ونواحي فنية احنا في بداية الموسم اتحاد الكورة نفسه يكون بيجاهز نفسه لبداية الموسم باللوايح يعني النهاردة ماينفعش يعني انت كتب تتكلم مع المستشار نهاد حجاج رأيه ايه انه لابد من عرض الامر على الجامعية العمومية على الجامعية العمومية لإقرار شايف يعني اذا فيه اراء واراء قانونيين فانت هنا امام ضيلمة الدنيا مش واضحة فطبعا هل ده متعمد لا طبعا ده خلل اداري لا والذي عشوائية عشوائية طبعا احنا متفقين انه هذا الاتحاد لا يتناسب مع حجم وقيمة الكورة المصرية بتاريخها وعرقتها يعني انت المؤسس للاتحاد الافريقي وانت الاكثر دولة اللي انت ساهمت في نشر كرة القدم في الوطن العربي لكن انت مش قادر تجيب مسؤولين يديروا منظومة كرة القدم في مصر وهل دول هم اللي منوط بهم ادارة كرة القدم بدل ما تجيب واحد كلهم جريين يسافروا بدل ما تجيب خبير هم رايحين يحتفلوا بالصبر هي بقت معاها احترامي سواء كنت تتفق او تختلف مع قرار مجلس ادارة نادي زمالك بالاعتذار او الانسحاب زي ما بيطلق عليها لكن هو كرسي في الكولوب خلاص بخ ما بقاش فيه صوبر ده بقت مباراة ودية بدل ما تجيب خبير ما بقتش مباراة يعني لو بيراميز كمال ما راحش كانت هتبقى تنزل اقل يعني انت كنت هتبقى يعني مباراة كان ممكن تعملها اه يعني بيراميز حافظ على ست يعني خمسين في المية اللي فاضح من قيمة الصوبر لحطة المنافسة مع الاقل والزمالك وبالتحديد مع الاهل وحرضك ناس اهلوية عايشين في الامارات قال لك انا مش هروح المطش لان انا كاهلاوي يهمين ان انا لعب الزمالك واكسبو او العكس يعني كان برضو سؤال بقى سؤال ده شعور عند الاهل والزمالك عند اي جمهور بدل ما تجيب خبرة اجانب في كل المجالات في الكورة انت جايب مدربين ما شاء الله في كل حاجة وجايب الحكام مش قادر تستعين بخبرات حد اجنبي يحطلك ليحة لجنة الانضباط مظبوطة وباقي اللي جان هو المفروض عنده البنود اللي هي موجودة في لجنة الانضباط في الاتحاد دولي او في هوا متعمل زيهم هوا بيخترع عشان يبوز اطلع فاصل بس وارجع اكمل مع عبال ما بوز فاصل مع وبعدك ارجع اكمل مع الاستاذ جمال والاستاذ ايمان ابو عيد لسا مكملين مع الاستاذ جمال زهيري والاستاذ ايمان ابو عيد الاستاذ جمال هل كان يجب على النادي الاهلي واتواقعت كهرباء انه يعاقب كهرباء ويعلن العقوبة ولا النادي الاهلي يعني مش مش يجب عليه ان يعمل دوت وانه لازم ان هو يقف مع اللاعب بتاعه يقومه بينه وبينه ده اه لكن في نفس الوقت بشكل معلن لازم يدفع عنه مين قال انه لما لاعب زي كهرباء او امام عشور في الزمالك بيعمل موقف فيه اساقة للجمهور او اساقة لتيشيرت النادي مين قال انه ما بيتكلمش ومين قال انه ما بيحصلوش لهم او عقوبة داخلية اذا كان الحكام بيتوقع لهم عقوبات داخلية محدش بيعلنها فانا اقصد ان ده يعني قرار النادي هو حر فيه الاهلي او الزمالك او الاسبعيلي هو اللي بيشوف يتعامل ازاي مع اللاعب بتاعه وخصوصا ان زي ما قلت لحضرتك النهاردة حتى الاتحاد الدولي بيقولك ما تعاقبش اللاعب يخاف متشاط كتير عقبه ماليا لان ده اكل عيشه لازم يبقى متواجد يعني اصد انه بقى فيه لا هو بالنسبة للنادي ممكن ما يعاقبوش لانه هو يعني غيابه تأثير عليك على قوتك طبعا لكن ممكن اعاقبك مالين لانه فيه الاقود اقدر بخصن منها يعني بالضبط لا انا ما قلتش حاجة انا ما قول ان ده ممكن تعاقبه كل حاجة بس ده يخضع لمين بقى يعني انا ما قدرش افرد مصطرة للعقوبات على كل اللاعبين في كل الاندية كل نادي بيرى ما يصلح معاه لانه ممكن جدا زي ما بقول حدودك كده موضوع احمد عبقادر مثلا احمد عبقادر الناس كلها قال لك بص وطلع بيعتذر طيب هل اللي كان بيحصل زمان وانتو طبعا صحفيين كبار وكنتو بتغطوا النادي اللي كان بيحصل زمان في عهد صالح سريم او في عهد محمد حسن حلمي او حسن ابو الفتوح او اللي اسمها اللي كانت موجودة في الزمان او حتى في المصرف الاسماعيلي اللي كان لما بيصدر تصرف من لاعب معين او سلوك معين بتراءة الادارة انه هو سلوك غير رياضي ولا يتناسب مع قيمة واهمية النادي انها كانت بتصدر عقوبة وتعلن عنها وحصل فيه مشاهد اه ومشاهد كتير ليه لانه الادارة هل دا اللي كان صح ولا اللي دلوقتي ان احنا مع الاحتراف فبنخصم منه لا الاول كان صح طبعا الاول الاول كان صح لانه للأسف للأسف كانت فيه قامات بتحكم يعني انت ذكرتك كابتن صالح سديم محمد حسن حلمي كان فيه وثمان احمد وثمان سامي تولب في المصري لا كان فيه احترام بين كمان الرؤساء الاندية ومجالس الادارات وما كانش بالشكل اللي احنا بنرى الان يعني عندما كان بيصدر تصريح لرئيس نادي دا حدث في الجريدة اللي بتنشر لتصريح او لقاء او حوار مع رئيس نادي كان عندما يتحدث عضو مجلس ادارة دا حدث لكن انت دلوقتي شايف للأسف مش عاوز اقول يعني مجالس ادارات بيتكلموا اكتر من اللاعبين ورؤساء دي بتكلموا اكتر من اللاعبين يعني ايه احنا دينا بنتابع الدوري الانجليزي هل انت قريت يوم تصريح لرئيس نادي من رئيس نادي رئيس نادي ليفربول رئيس رئيس اتحاد كرة القدم الانجليزي دا هو واحدة ست كمان الناس عشان نتعرفهاش هل احنا بنشوف الكلام ده احنا تصريحاتنا عندنا يعني هم داخلين عشان ياخدوا الشور الاعلامي هم هم لو بيعملوا لصالح انديتهم على راس المفوق لكن هم داخلين النهاردة انت على الفيسبوك بتشوف اعضاء مجالس الادارات بيحتفلوا اكتر من اللاعبين مع البطولات يعني انا مش عاوز اقولك احنا وصلنا لدرجة انه كان دايما بتكلم على المباراة الهندبول والسلة والطايرة ده بقينا دلوقتي بنحتفل ببطولات السيدات الانسات ليه؟ ايه بنغيز بعض شغالين مكايدة في بعض خدت مني بطولة عملت لا والاعلام وزناننا الاعلامين اللي شغالين في الكتاب الالكترونية ده بيكايدوا بعض اكتر يعني اذا كان المتلقي الجمهور انا هلوم ازاي اذا كنت انت كاعلامي ومنتمي الى مؤسسات قومية ومؤسسات خاصة وبقي ايه امتمائك وتجي تكلمه احب عليك اللي انت يا كاتبه ده يا عولي يا جوز مثلا اقول لك لا انا كاتب على صفحتي الشخصية ايه صفحتك الشخصية ما انت بتمثل ويعرفك اسلام انت في جورنان كذا ويعرفك في القناة كذا انت 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 لما بيصدر عنك انت الكلام ده ماذا تنتظر ماذا تنتظر من رد فعل الامور عليك عارف ليه احنا عندنا الكلام كتير لانه مفيش لوايح حاكمة بمعنى ايه ان انا كتاب كده بيتطبق على الجميع ما حدش اتناقش واخد بالك ولا فيها كذا انا افكرك ولا وجهات نظر زمان كان قبل بداية كل موسم بنروح الاتحاد وممكن استوز جمال كان بينا لما كنا بنروح الاتحاد زمان ما كانش في حاجة اسماتي كلنا بنروح كل يوم فانا الحيط الجزء قبل بداية كل موسم اديني لايحة المسابقات ولايحة الانتقالات كل حاجة كانت فانت تيجي حصل مشكلة في ماتشما فبتيجي بتروح مطبق عارف زي اللي بتدخلها عليها يعني مش بحتاج انك ترجع الاتحاد ترجع الاتحاد هي في المباراة الاثنين لتلاتة معروفة التشويحة بالايد بعقوبة الشتيمة بعقوبة مش عارف الخروج بعدم الاحترام مش عارف ايه ان اقترب من يعني كل حاجة كانت موجودة لكن انت دلوقتي بقت وكانت بتوزع ومعلنة ومعلنة وما تقدرش دي بيقولك ليحة مسابقات موسم واحد وسبعين اتنين وسبعين طيب استاذ جمال هل عدم انعقاد كنا بتشوفه قبل كده وحركوا حضرته لجنة الاندية كان بتجتمع كل فترة حتى او بيبقى في اجتماع ما بين اتحاد الكرة ورؤساء الاندية طيب وكنا بنغطي الاندية دلوقتي احنا بقى انا سنوات ما فيش رؤساء الاندية او مسؤولي الاندية او مندوبي الاندية بيجتمعوا داخل اتحاد الكرة شوف مندوبي الاندية حاجة والاجتماع مع رؤساء الاندية يختلف ان حتى مندوبي الاندية لا ده مندوبي الاندية ممكن بيبعط له اي اداري مش لازم يكون حد كبير لازم يبقى فيه اللي هو اللي احدك بتقول عليه اجتماع يحضروا كبار الاندية عشان يبقى فيه اولا على الاقل رئيس او نائب رئيس كان كابتن حسن حمدي وفترة يعني ايوه كان رئيس الاندية فترة من الفترة فكان بيتواجب بقى مسؤولين للزمان المصري الاسماعيل يعمل علاقات وما بيزودش الاحتقان طبعا انت لما تجيب لي شخصية ذات صفة ولها قيمتها وكارزمتها وتحطها في المكان ده بعلاقاته هو هيقدر يجمع النازل لكن احنا دلوقتي بنتجنب جمع الاهل والزمالك عشان الاشتباك والخلاف ولابد انه الدولة تتدخل انه لازم هذا الخلاف لازم ينتهي واحنا اذا سكتنا وانا بحظر من خلال بالنمج لو سكتنا شهور و سنة تانية هيحصل اللي انا بقولك عليها هتحصل حرب اهلية ما بين جمهور الاهل والزمالك بسبب حالة الخصام والتراشق اللي موجودة حاليا لابد ان نضع حد لهذه الامور في قرارات لابد انها تتعدل في قانون الرياضة وتضع مادة فيه بتعاقب رئيس النادي وعضو مجلس ادارة النادي اذا تجاوز في حق نادي اخر او زميل اخر ولابد انها تتنفذ والعقوبات لازم تتنفذ عال كبير قبل الصغير قعدنا نقول عايزين قانون الرياضة لا مفيش قانون الرياضة مش كان فيه قانون الرياضة بتاع 77 مش عافل لسانة كام 75 لسانة 77 حاجة كده رجع عملنا القانون الجديد قالك فيه عوار ايه عوار ايه مفروض ان انت عملت كل البنود وعلى فكرة فيه بنود كتيرة خاصة بالشغب وحاجات لا تطبق خلي بالك لا تطبق على واقع الحل خالص هو الاهم من وضع القانون هو تنفيذ القانون طبعا على الجميع طبعا مفيش تطبيق للعدالة على على الجميع على الكبير قبل الصغير على الجميع يعني لما سرقت يعني سيدة محمد امالي لو سرقت فاطمة فاطمة بنت محمد لا قطعت يدا انت مش قادر تقطع ايد واحد عشان بتقول لا براعي عشان خايف من جمهوره وخايف من ردة فعله وخايف من بزقته وخايف مش عارف من ايه لا خلاص بقى انتهت تطبق ده واحنا يعني مش بنختارع حاجة دول العالم كله عندها زي ما احنا بنقول دلوقتي ما تعرفش مين رئيس ايه انا هقولك ولا رئيس الاتحاد انت عارفه تقريبا هناك ايه ايه كل العملية ماشية اوتوماتيك لانه هو حط نظام والنظام ده بيطبق على الجميع ايه بس صحنا وده موجود في الدول العربية كنا موجودين هنا يعني في مصر لما كان بتحصل وقعة بنجم كبير في نهاية دي معينة او كلام ده كله وكان قبل بقى لاجنة الانضباط واجنة الاستئناف كنا دايما بننتظر بكرة او بعد بكرة على اقصى تقدير بيبقى في اليوم التالي يعني بعدها بـ 48 ساعة ابتحاد الكورة بيصدر قراره سواء بقى بالعقوبة على الفلان او حسب الوقع لازم يبقى زي ما قلت الحاجة يا سيد اسلام في حاجات لواء حاكمة ترد على الكل يعني النهاردة محامو النادي الاهلي لو عارفين انه مش هيترد انه هيترد عليهم بان اللجنة دي قانونية لجنة الانضباط مش هيتقدم وهو النهاردة بيبحث في الورق في صغرة هل لو لقى صغرة مش من حقه انه هو يلجأ اليها من حقه كل واحد من حقه يدفع يعني انت فاهم ده شغل زي ما الاهلي من حقه يدفع قراره ومن حق الزمالك برضه خلي بالك احنا كلامنا على الجميع لانه هو بيرى انه في الكهربا تجاوز بس خليني برضه عشان بس الناس ما 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 تفهمش ان انا مع طرف ضد اخر انت في 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 عقوبات او في قرار صدر ضد اه عزل مسؤول هالنفذت ما نفذتش مين اللي بيعزله هو انا المفروض انا كاعلام اعزله ولا الجمهور يعزله مين المسؤول عن تطبيق القانون ايه ما اقول انت احراك يعني احراك وهو از جمال بتتكلمه بشكل عام على تطبيق القانون او اللوايح على كافة الاندية بكافة الاشكال تطلع بقى قرار اداري قرار دك للملعب قرار خارج الملعب على كل الاندية والجمهور معزور وانا بقولك الجمهور معزور لان انا شايف العملية بكلبي ميكلين جمهور قال يقولك ما هو وبيحصل وبيحصل ومحدش بيعمل حاجة ويطلع برضو جمهور الزمالك وقولك اهو ما هو عمل وعمل وعمل ومحصلش حاجة هي طول ما انت شمعنا كلمة شمعنا وما عملوش ما فيش امل شمعنا بتيجي نتيجة وجود صغراط لكن انت لو عملت اجتماعك في اول الزنق وحددت جبت اللجان بتاعتك مظبوط بالشكل القانوني صح وحطت لها اللوايح المظبوطة وبوضوح كده يا اما فيه طعن يا اما مفيش وانت كالتحات الحمية طعن يوقف او لا يوقف ولابد يا سيد جمال لابد ان احنا الشخصيات اللي تبقى مسؤولة عن ادارة كرة القدم شخصيات ذات ثقة وذات ثقة وذات فكر وذات خبرات في ادارة شؤون اللعبة ما ينفعش مش شرط انه يكون مارس اللعبة بس مسؤول وزير سابق قائد عسكري سابق ليه قدرة على اتخاذ القرار لكن يعني انا لما يعني الواحد بيحزن طيب انا عندي مباراة الاهلي وبيرامينت بكرة بعد بكرة او خلاص يعني بكرة لان احنا عدنا الساعة 12 مباراة صعبة على الاهلي ولا سهلة على النادي الاهلي استاذ جمال لا طبعا صعبة او يعني نفس الصعوبة ويمكن اكتر انا بعتقد ليه لان او نادي بيراميدز او ما كانش عامل حسابه اولا ان هو عنده المباراة دي هذه المباراة زي ما قال الكابتن او مين مسؤول عندهم فتح الله فتح الله قال ان دي فرصة بالنسبة لبيراميدز جات لهم كده من السام قال انها منحة الهية كمان يعني جات لهم حاجة مش عاملين حسابهم عليها انه لو حصل ان هو بيلعب على بطولة فجأة كده فالمباراة صعبة جدا بين الاهلي و بيراميدز اصعب من ان يواجه الزمالي لا ابدا نفس الصعوبات ونفس المشاكل يعني بيراميدز زي الزمالي كل كل المشاكل موجودة لا طبعا مفيش واجه للمواقق مقارنة بين مواجهة الزمالي جمهريا وفنيا لكن هي زي ما قال لسه جمالي هي فرصة لبيراميدز انه هو طموح طموح انه هو ياخد بطولة وما ادرك لو كانت هذه البطولة على حساب النادي الآلي اللي هو فيه تنافس ما بينهم اصلا يعني جمهور النادي الآلي تنافس صعقة يعني يرى انه بيراميدز انشئ عشان تدمير النادي الآلي محدش يقدر ايه جنب النادي الآلي لا 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 والآلي والآلي بيستعد للمباراة دي ايا كان المنافس زي مالك بشعبيته بجمائريته بس دايما دايما او بيراميدز بطموحه الآلي اكيد مستعد لطموح او بيراميدز برامدان صدر اه برامدانه يعني انا اعتقد انه الضغوط هتبع على النادي الآلي اكتر من بيراميدز ايوا المباراة صعبة مباراة صعبة على فكرة الاهلي مطالب انه بعد كل اللي حصل انه ياخد البطولة انه ياخد البطولة وباعتبره انه حامل اللقاء هي بطولة مهمة ومباراة بيراميدز معلومش ضغوط ده انا جايبين لي معلش يعني انا بعوض الغياب يعني انا روحت ولعبت ماتش وخلاص لكن بس لا لابد انك تحذر من المفاجآت والتاريخ يقول ده دائما اللي بيجي من على الدكة او من البيت بيكون عنده حافز اكبر بيكسب يعني مع الدنمارك جابوها بطولة امم اوروبا وكانت مش واصلة واخدت البطولة في فرق زي اللي مثلا كنت انت مثلا في التصفيات اوروبية مستبعدها وبترجع تاخد بطولة ايا كان انت لازم تستعدلها اي فريق يعني بيراميدز اكيد عامل حساب النادي الاهلي جدا والنادي الاهلي يعني يعلم جيدا قيمة نادي بيراميدز احنا ان شاء الله نشوف مباراة طليق بالكرة المصرية بالضبط بسمعة الكرة المصرية التي تعاني يعني حاجة تحفظ نتمنى انها نشوف مباراة تحفظ ماء وجه الكرة المصرية بعد الاحداث اللي احنا شفناها واللي اثرت على سمعة الكرة المصرية مش في الوطن العربي يعني انا اعتقد انها كمان تجاوزت في الوطن العربي ان شاء الله تكون مباراة قوية وكويسة ونتمنى الفرقين يقدموا حاجة جميلة ويتواج الافضل تسعد الجماهير يتواج الافضل اللي هو الاهلي انا اقول الافضل لا ده عادي يعني ولو الاهلي ما فيش مشكلة لو حنتك شايف دوت يعني استاذ الجبل زهيري نورتنا وشرفتنا ودايما بتنورنا وبنسعد بيك شكرا استاذ اسلام استاذ عيمن ابوعيد سعيدنا بك ودايما بتنورنا وتشرفنا انا اللي اسعد بيك وبشكرك يا رب دايما كده دايما في حوارتك بتسري النقدة وتسخن الدنيا لا وبتقدم مادة بصراحة جميلة وبنسعد بيك دايما ربنا يعني رفيق قوي معنا بنت اتفرج عليه هو بيقطع لا لا اتفرج عليه هو بيقطع بيحتلم كبرى سنين لا ازاي انتو خبراتك وبنتعلم دايما منكم وبكرة تتفرج بقى على السخونة مع رضا عبدالعال ان شاء الله ان شاء الله بشكركم بكرة ان شاء الله حلقة مهمة وحلقة ساخنة جدا جدا مع النجم الكبير الكابتر رضا عبدالعال وفي مفاجآت بكرة بإذن الله تصبح على خير اشتركوا في القناة